وفي خبر آخر تم مساء أمس تمديد المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية إلى اليوم مع احتمال تمديدها ليومين إضافيين بطلب من الوفدين الليبيين وقال وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن الجهود متواصلة لحل الأزمة في ليبيا وإن المغرب سيظل متشبثا بموقفه من القضية تقرير فاطمة بوتغرسة الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق الذي احتضنه المغرب بمدينة بوزنيقة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة له في افتتاح مباحثات الليبية الليبية أكد أن المغرب ليس له من أجندة إلا الأجندة الليبية ولا مقترحة إلا ما يتوافق عليه الليبيون وشدد بوريطة على ثقة المغرب في قدرة الطرفين على المضي بلا تردد في اتجاه الخروج من الأزمة وتجاوز معادلة المنتصر والمنهزم بوريطة أكد أيضا على أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية الوزير أبرز من جهة أخرى أن إيجاد مخرج لهذه الأزمة ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية أولها الروح الوطنية الليبية وثانيها أن الحل لا يمكن إلا يكون سياسيا وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا وذلك بكل مسؤولية وحظي دور المغرب في إطلاق الحوار الليبي بإشادة دولية واسعة حيث نوهت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء بالدور البناء الذي اطلعت به المملكة والذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا